نشر أحد الهاكرت قائلاً أنه يمتلك بيانات نصف مليار شخص على تطبيق واتس أم من صور ومعلومات وبيانات وغيرها طبعاً لم يصدقوا أحد وقتها واستهزئوا به كيف معك بيانات نصف مليار شخص؟ يعني لو أنك فاتح حساب في الشارع سيكون محمي أكثر من ذلك هذه شركة ميتا فرد الهاكر عليهم بمشاركة قائمة الأرقام الخاصة به والتي تحتوي على 500 مليون رقم في تطبيق واتس أم قال لهم هذه الأرقام فقط ولكنني أمتلك محادثات ومعلومات هذه الأرقام من صور وغيرها أقترب المشكلة أن أغلب الأرقام التي شاركها هي لمستخدمين من الدول العربية ربما رقمك معهم لو بحثت عنه الله أعلم وكانت القائمة كالآتي 45 مليون رقم من مصر 28 مليون رقم من السعودية 17 مليون من العراق 11 مليون رقم من الجزائر والقائمة تطول يعني تخيل أنت بكل ما تمتلك من بيانات وصور ومعلومات في يد بائع الآن الذي يدفع أكثر يأخذ هذه البيانات يسرق بياناتي يعني ماذا سيفعلون بمحادثاتي مع أصدقائي وعائلتي بعرف شاب بعرف حاله كان كلما كتب على الواتساب يتأكد أن الحائط خلفه يعني أكيد لا يراسل شخص ويدعوه للإسلام هذه العلقة لهو لأمثال هداهم الله عشان الله ساترك الآن تخيل لو أصبحت محادثاتك سلعة يمكن شراؤها لماذا سنتخيل؟ هذا واقع أعطيني رقمك وسأشتري بيانات غدا فما بالك لو كانت صور خاصة بعائلتك لا قدر الله صدقا أستغرب ممن يشاركون صور أهلي من خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تشعر أنه ميكيوت اللي ترشت الهبل تبالغ يا رجل هذا الخبر أساسا نفته إدارة واتساب اقترب يعجبني دكاؤك أكيد بين قوسين أكيد ستنفيه سيدافعون عن سمعتهم ولكن هل بياناتك لم تسرق بعد؟ الله أحلم مثلا في عام 2020 تم بيع بيانات 267 مليون مستخدم لفيسبوك في الويب المظلم والخبر معروف منتشر ابحث عنه فالاختراق وصرقة البيانات هو عمل بحد ذاته بل عمل مربح جدا تخترق وتحصل على بيانات تبيعة وكما يوجد سوق مخصص لبيع الملابس والخضروات يوجد سوق مخصص لبيع الأعمال الإجرامية كالبيانات المسروقة تجارة الأعضاء المخدرات وغيرها اسم هذا المكان الإنترنت المظلم في عام 2011 قام هذا الشاب بإنشاء موقع لبيع المخدرات عبر الإنترنت المظلم شاب مكافح بين قوسين طبعا كان موقع مخصص لبيع كل أنواع المخدرات التي تخطر على بالك ولا تخطر وتعبان الشاب بمسوي لوغو اسم رومانسي سماه طريق الحريق ولم يستطع أحد تتبع اسمه أو موقعه وبالتالي لم يستطيع أرقاء القبض عليه فالإنترنت المظلم مشفر جدا ويصعب جدا كشف هوية المتعاملين به لذلك ازدهرت تجارة ذلك الشاب وكان يحقق ملايين الدولارات من تجارته بالمخدرات عبر الإنترنت المظلم وفي يوم من الأيام جاءت رسالة لهذا الشاب من أحد الهاكرز الكنديين يخبره مازحا أنه استطاع كشف هويته وهوية بعض المتعاملين معه يعني مزاح مجرمين مع بعضهم فقام روس ويليام بالمثل اتصل لبعض الهاكر الذين كانوا يعملون لديه وصرخ قائلا أريد أن تكتشفوا هوية وموقع هذا الهاكر الكندي وفعلا تمكن الهاكرز عن الكشف عن هوية الهاكر الكندي وعن مكان إقامته بل وأخذ صورة له من كاميرا حاسوبه حتى دون أن يعلم هنا تواصل روس ويليام مع أحد القتل المأجورين عبر الإنترنت المظلم وعقد معه صفقة ليقتل ذلك الهاكر الكندي فزوده بهويته وصورته ومكان إقامته ليقوم بالفعل القاتل المأجور في أكتوبر عام 2013 بتصوير ذلك الهاكر الكندي بوضعية المقتول وإرسالها إلى روس ويليام ليؤكد له أن العملية تمت بنجاح معلومة سريعة تضح لاحقا أن الهاكر الكندي لم يقتل عبر القاتل المأجور ولكن الـ FBI قامت بتصوير الهاكر الكندي مقتولا وإرسالها إلى روس ويليام لمحاولة الوصول إليه وألقاء القبض عليه طبعا أينما يوجد المجرمين توجد الشرطة والمخابرات وبالفعل تم إلقاء القبض على ويليام وتم إنهاء موقعه طريق الحرير وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وفق موقع الـ FBI كيف ألقت الشرطة القبض على روس ويليام مش على أساس الإنترنت المظلم مشفر ومحمد ألقت القبض عليه عبر الإنترنت السطحي كان هذا الشخص يذهب إلى المنتديات في الإنترنت الذي نعرفه ونستخدمه ويتقمص اسم وهمي هناك ويقول مثلا هل سمعتم عن هذا الموقع الذي يبيع المخدرات أونلاين ثم يضع رابط موقعه ويسأل الناس عن رأيهم يعني كنوع من التسويق العكسي لمتجره ومن هنا بدأ الـ FBI بتتبع ذلك الشخص الذي يخرج في كل المنتديات بنفس الاسم ويسأل الناس عن رأيهم بهذا الموقع وتتبعته من هناك وألقت القبض عليه لاحقا قصة روس ويليام أيها لحبة طرحها الأخ بدر العلوي بطريقة جميلة ومشوقة في مقطع مدته 39 دقيقة سأضع لكم في الوصف رابط تلك القصة شاهدوها واستمتعوا بها الإنترنت المظلم 75% عبارة عن أسواق ولكن ليست أسواق تشتري منها الملابس أو الطعام بل أسواق تشتري فيها القتل المعجورين الجثث الميتين الأطفال المخطوفين المخدرات وغيرها الكثير من الأمور الإجرامية وأمور لا يمكنك التفكير بها حتى من بشاعتها مثلا كيف تطبخ إنسان أو كيف تقطعه إلى آخرها ببساطة كل شيء يخطر على بالك الإجرامي تجده هناك وعلى عكس ما يعتقده الأغلب أن الإنترنت المظلم لا يدخله سوى القراصنة وتكون إحدى عيناه مغطاب بشاشة سوداء وهذا الجو لا يا صديقي الأمر ليس كذلك طيب كيف تسمع الحكومات مثل هذا النوع من الإنترنت المظلم الذي يحوي كل هؤلاء المجرمين المختلين حقليا اقترب هي من صنعته في الأساس القصة بدأت في عام 2004 عندما قامت البحرية الأمريكية باختراع متصفح مجهول ومشفر لتناقل البيانات فيما بينها وسمته بتور كان الهدف منه كما يقولون هو تناقل البيانات السرية فيما بينه بحيث لا يطلع أحد على هذه المعلومات الخاصة بهم ولكن بعد فترة حتى يقوموا بإخفاء بياناتهم بشكل أكبر ويبعدونها عن أيدي القراصنة قاموا بإتاحة هذا المتصفح للعامة يعني جعل الناس تستخدم هذا المتصفح وبالتالي تكثر البيانات عليه ويصعب على الهكر تتبع بياناتهم يعني جعلوهم كالذي يفتش عن إبرة في كومة قش فيكون هناك ازدحام للبيانات مع تشفير تام لها فيصعب على أي شخص الوصول لتلك المعلومات حتى أنهم وضعوا رمز البصلة للمتصفح دلالة أنه يتكون من طبقات من الإنترنت المظلم وهكذا أصبح هذا الإنترنت وقرا يجمع المرضى العقليين والمجرمين والعصابات وغيرهم مليء بالمجانين المستعدين لدفع مبالغ ضخمة في أي أمر حتى نبش القبور ظهرت الكثير من التقارير التي تؤكد ظهرة نبش القبور في الدول العربية مثلا في عام 2010 تم تسريب مقطع فيديو من الإنترنت المظلم لشخص يتم تعذيبه عن طريق إجباره على أكل معين ولم يعرف أحد ماذا كان هذا الشخص يأكل بالضبط يتضح لاحقا أن هذا الشخص تم اختطافه وعائلته وتم قتل أسرته بالكامل بعد ذلك قاموا بإجباره على أكل لحم أسرته بعد أن طبق تخيل بشاعة الأمر وتخيل أن هناك من دفع المال مقابل هذه المشاهد عبر الإنترنت المظلم من المختلين عقليا ناهيك عن تجارة الأعضاء تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية جاء فيها أن تجارة الأعضاء تجني أرباح سنوية من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار في العديد من البلدان عبر الإنترنت المظلم هذا معناه أنه يوجد الآن في جسد كثروة يريدها منك أي مختل عقلي إن العديد من مواقع الإنترنت المظلمة توفر بثوثة مباشرة لاغتصاب الأطفال وإساءة معاملتهم حيث يمكن لأي شخص أن يأمر مجموعة من الأشخاص باغتصاب أطفال أونلاين مقابل مبلغ مالي هؤلاء الأطفال يتم اغتصابهم على الهواء مباشرة في بث حي قد يسأل أحدكم هل يعقل أن هناك أشخاص يشاهدون مثل هذه الأشياء دعني أخبرك أنهم لا يشاهدون فقط بل يدفعون مبالغ هائلة جدا في مثل تلك المشاهد من تخويف وتعذيب لهؤلاء الأطفال الأبرياء طيب من أين يأتوا بهؤلاء الأطفال أليس لهم أهل اختطاف بكل بساطة في الغالب يكون هؤلاء الأطفال أطفال شوارع أو الأطفال الذين ليس لديهم مأوى أو الأطفال الذين تتم سرقتهم بعد الكوارث قد تقول كيف يصعب القبض على هؤلاء المجرمين يعني على الأقل من خلال التحويلات البنكية التي تتم بينهم أليست الخدمات هناك مدفوعة وليست في المجان لا يوجد تحويلات بنكية يعتمدون على العملات المشفرة وخصوصا البيتكون فأصبح الانترنت المظلم بنفس الوقت مكان للمجرمين وفي نفس الوقت مكان للمخابرات وأجهز الشرطة للقبض على هؤلاء العصابات لذلك أنت كشخص غير مجرم لا تعرف شيء عن الانترنت المظلم ولم تدخل إليه سابقا ورغم ذلك تجد الكثير من الشباب والمراهقين يسعون لخوض هذه التجربة فينتهي بهم المطاف بتلقيهم العديد من التهديدات أو اختراق حواسيبهم أو تعقبهم من قبل جهات الجرائم الإلكترونية وبالتالي تدمير مستقبلهم فإياك ثم إياك أن تفكر مجرد تفكير أن تدخل إلى هذا الانترنت المظلم فما ذكرنا في هذه الحلقة ليست أمور خيالية أو تنبؤات شخصية بل هي وقائع حقيقية فلا تستاهم بها هدف هذه الحلقة بكل بساطة هو تخويفك نعم لأن الأمر بالفعل يستحق أن تخاف منه اضرب كل الأرقام المذكورة في المقطع في عشر أضعافها وستحصل ربما على الرقم الحقيقي للجرائم الحقيقية أما بالنسبة كيف أحمي نفسي وبياناتي صدقني أي جواب سأعطيك إياه يعتبر غير كافي ولكن المضمون بيئة من المئة لتحمي نفسك وبياناتك هو أن لا تشاركها لا تعتقد أن الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي هي غرف خاصة بك تستطيع أن تشارك بها أي شيء لا تعتقد أن استخدام التطبيقات المختلفة على هاتفك هو لتسهيل حياتك بل هم يبيعونك من خلالها فأنت السلعة في النهاية شارك نبرأيو في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطة لا تنسلي أعجاب بي وتومتم في أمريل